زي ما كنت بقول في البداية هو السهل الممتنع خفة الدم مع المصريين ما هيش سهلة خالص في الكتابة في التمثيل في أي نوع من أنواع الفنون الحقيقة أنه الأدب الساخر بيعتبر نوع من أهم أنواع الأدب والكتابة السخرة بشكل عام بتعتبر نوع من أهم أنواع الكتابات كلمني شوية عن الأدب الساخر من وجهة نظر حضراتك الكلام عن الأدب الساخر بنفس صعوب التنفيذ الأدب الساخر يعني زي ما تكلمتي بقلتي أن الأدب الساخر صنعة صعبة جدا أنك بتدحكي أو متخيلة أنك تقدر يدحكي 100 مليون دم خفيف يعني البلد دي الحقيقة الصعبة اللي بيصعب فيها مسألة الكتابة الساخرة أن أنت بتكلمي 100 مليون عقل دمه خفيف وفطرته ظريفة ومارس خفة الدم جاي بيها من بداية عنده حاجات مترسخة عنده فنان راسخ وعنده كاتب راسخ وعنده شاعر راسخ كل دول قدموا له فنون متعددة جدا بقالها سنين طويلة من الكتابة الساخرة ومن الأدب الساخر ومن الفن الساخر ومن التمثيل الساخر ففكرة أنك النهاردة تحاولي تدحكي هذا الشخص الذي أصبح ساخر بطبعه دي مسؤولية كبيرة جدا صحيح بتحط على عاطقك بقى أو على عاطق الكاتب مسؤولية كبيرة جدا أن أنت إزاي تقدري تدحكي هذا الإنسان الساخر اللي هو بيسخر من نفسه وبيسخر من الواقع بتاعه وبيسخر من صديقه وبيسخر من أخوه وبيسخر من ابنه وبيسخر من بنته وهكذا بيسخر من كل أوضاعه الحقيقة وبيلاقي فيها النقطة وبيعرف يضحك عليها بمنتها خفة الدم بس هي الفكرة بقى فيه الفكرة أنك تقدر يدحكي هذا الشخص من غير ما تتنمري عليه ومن غير ما تقدمي له تقليل ومن غير ما تقدمي له استهانة ومن غير ما تقدمي له أي حاجة تجتزق من ثقافته الساخرة أصلا اللي هي أنا باعتبرها ثقافة كاملة من السخرين وده الرقي في خفة الدم إن هي شعرة بسيطة قوي ما بين خفة الدم والتنمر خفة الدم والتريقة اللي بنسميها بالشعب كده أو بالبلدي إن إحنا نكون بين التريقة